اهلا بكم من جديد تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أقيم حفل اختتام معسكري برنامج رائد الأعمال التقني في النسخة السنوية الأولى والذي يهدف إلى تزويد طلاب الجامعات البحرينيين المتخصصين في تقنية المعلومات بالتدريب والمعرفة والعلاقات اللازمة لتشجيعهم على ريادة الأعمال في هذا المجال النشأ وتأسيس مشروعاتهم التجارية وقال الوزير الزياني أن رعاية البرنامج تأتي في سياق توجهات الحكومة لأن تكون مملكة البحرين منصة إقليمية للتكنولوجيا في الشرق الأوسط واجتمل البرنامج على زيارات ميدانية للمؤسسات الدعمة والذين يقدمون خدمات متكاملة للأفراد والشركات تتمثل في برامج الدعم المالية والاستشارية والتسويق وتحسين مستوى الجودة لتكون على مستوى المشاريع العالمية أعتقد البرنامج مهم جدا لأنه يعطي حافز للشباب والشابات في هذا المجال ونحن مقبلين على عصر يتقدم فيه التكنولوجيا يتقدم فيه بصفة سريعة ويجب أن نهيئ جيل جديد مستعد لمواجهة هذا التحدي ونعزز فيهم الإبداع والابتكار وهذا أعتقد من أهم المنجزات التي حققها هذا البرنامج نتمنى إن شاء الله لهم نجاح في النسخ المستقبلية وأنه يتطور هالشيء من اللي شفنا اليوم إلى مشروع أكبر إن شاء الله على مستوى البحر الحياة تغيرت العصر صار عصر تقني التغيرات فيه بشكل سريع يحتاج الرائد الأعمال العصري إلى فهم للتقنيات العصرية وكذلك قدرات استثنائية في الابتكار اللي إحنا حاولنا القدمة للطلبة الجامعيين من بعد اختيار أفضل الكوادر للخوضة هذه التجربة أن نطلعهم على أحدث تقنيات أفضل المبادرات الموجودة في المملكة من مثلا أمازون وفينتيك الحوسبة السحابية يعني العالم المالي الجديد إلى المسرعات وحاضنات الأعمال الموجودة في البحرين إلى الأدوات التقنية مثل الفضاء الافتراضي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي كبحرينيين إحنا محظوظين أن نكون في دولة تساعد وتدعم الرواد الأعمال في مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة فالبحرين هي من أول الدول ميناء ريجن اللي تطبق هالمشاريع في أكثر من مكان فمن هالورشة اللي خذيتها المكثفة قدرت أن أدمج التخصصي أنا كمهندس كيميائي مع التقنيات اللي اللي تقع تطلع خلال الفاليو إنجينيرينج عشان نطبق أفكار تقدروا تساعد في الهداف التنمية المستدامة تهيئتنا كامل كليا وتم تعريفنا بكل مؤسسات اللي تدعم اللي تدعم الرواد الأعمال المبتدئين مثلنا وفي الأخير كان كل شخص أبدع بفكرة طبعا كل مشارك صارت عندها فكرة معينة هاي الفكرة في من اليوم الأول إلى آخر يوم أحنا قاعدنا نطور فيها إذن وصلنا لهالمرحلة في هذا اليوم فإننا نعرض مشروع مبتكر نقدر ننعش الاقتصاد البحريني وننهض بالوطن تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قامت شركة مصنع ميار للأغذية بوضع حجر الأساس لبناء مصنعها لإنتاج الحلويات والمكسرات والتوابل في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمنطقة سلمان الصناعية وذلك باستثمار يبلغ حوالي ثلاثة ملايين دينار بحريني ويعد هذا التوسع الأكبر لصالح الشركة التي تقوم حاليا بالتصنيع في ثلاثة مواقع أخرى في المملكة وتتطلع الشركة إلى المزيد من الاستثمار والتوسع والانتشار وأكد السيد خالد ربيع حسين الوكيل المساعد للمناطق الصناعية أن مملكة البحرين تتميز بقوتها العاملة المميزة والموهوبة والقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية ومصدع ميار هو خير مثال على ذلك كما أكد أن الوزارة تساند الشركات البحرينية المتطلعة إلى توسعة نطاق أعمالها وتفتخر بأن ترى شركات بحرينية رائدة تنتشر في أنحاء المنطقة أعلنت برصة البحرين عن إدراج 15 إصدار في سوق أدونات الخزينة وصوكوك التأجير الإسلامية وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق الأول من أغسطس 2019 وذلك بقيمة إجمالية قدرها 982 مليون دينار بحريني صادرة عن مصرف البحرين المركزي وبأسعار فائدة تتراوح بين 3.5% و3.51% والفترات تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا وبهذه الإدراجات يصل عدد إصدارات أدونات الخزينة وصوكوك التأجير الإسلامية قاصيرة الأجل المدرجة في برصة البحرين إلى 29 إصدارا تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 1.77 مليار دينار بحريني أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 10.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بالعام الماضي هذا وبلغ صاف الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 من يونيو من هذا العام 5.3 مليون دينار بنخفاض بلغ 2% مقارنة بالعام الماضي واستعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عاد الحبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها ففي النصف الأول من عام 2019 حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي وقدره 23 مليون دينار بزيادة مقدارها 3% مقارنة بالعام الماضي وعبر السيد عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة الشركة عن رضاه بالنتائج المالية المتحققة ورغم الضغوطات المستمرة والتي واصلت عليها الشركة أداءها القوي وحققت نتائج جيدة والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية اشتركوا في القناة قال وزير المالية الكويتية الدكتور نايف الحجرف إن الإيرادات غير النفطية للبلاد استمرت في النمو للعام الثاني على التوالي بنسبة 24% لتبلغ 2.1 مليار دينار على أساس سنوي في نهاية السنة المالية 2019 وأوضح الحجرف أن بيانات الحساب الختامي أظهرت أن إجمالية الإيرادات ارتفع 28.5% عن السنة المالية السابقة ليبلغ نحو 20.5 مليار دينار في حين بلغ إجمالي المصروفات 21.8 مليار دينار بنسبة أو بزيادة نسبتها 13.5% عن السنة السابقة وأضاف أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة بنسبة 29% في السنة المالية الماضية لتبلغ نحو 18.4 مليار دينار تواجه قطر أزمة ركود اقتصادي مرتقبة من شأنها أن تصيب مفاصل الاقتصاد الوطني بالتباطئ والانحسار خلال الفترة المقبلة والتي يأتي على رأسها الأنشطة التجارية وقطع العقار ويستشعر القطاع الخاص بوادر شلل في الأنشطة الاقتصادية المؤثرة بسبب توقف المشاريع الجديدة مع خطط الحكومة لمواجهة التباطئ الذي يشتاح البلاد من خلال استراتيجية واسعة للتقشف ومن بين مؤشرات الركود في الاقتصاد القطري ما يواجه السوق العقاري من صعوبات جمع تمثلت في خلو الوحدات التجارية والسكنية وانخفاض الأسعار بشكل كبير مما تسبب في توقف كبير في هذا القطاع العقاري النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل شركة بوينغ تبيع سندات بقيمة 5.5 مليار دولار لتمويل مشروعها مع شركة إمبراير قفزت كوريا الجنوبية إلى المركز الثالث عالميا في صناعة الإلكترونيات بعد الصين والولايات المتحدة لتتقدم بذلك على اليابان وفقا لتقرير حديث صدر عن جمعية كوريا للإلكترونيات وذكرت وكالة يونهاب أن حجم الإنتاج لكوريا الجنوبية في صناعة الإلكترونيات سجل 171.1 مليار دولار في العام الماضي ما يمثل 8.8% من إجمالي إنتاج صناعة الإلكترونيات في العالم فيما سجلت الصين 717.26 مليار دولار والولايات المتحدة 245.42 مليار دولار والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية ترجمة نانسي قنقر طرحت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ للبيع سندات قيمتها 5.5 مليار دولار للمساهمة في تمويل مشروعها المشترك مع شركة صناعة الطائرات البرازيلية إمبراير والتي يستهدف إنتاج طائرات تجارية صغيرة هذا ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن مدة الشريحة الأطول مدى من السندات تبلغ 40 عاما بعائد يمكن أن يصل إلى 1.55 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وأشارت بلومبرغ إلى أن طرح هذه السندات يأتي في الوقت الذي تواجه فيه بوينغ تداعيات قرار سلطات الطيران في العالم وقف تشغيل طائرات طراز بوينغ 737 ماكس وذلك بعد حادثي سقوط طائرتين من خلال خمسة أشهر ترجمة نانسي قنقر